مجالات الثقافة الصحية من أجل تحقيق أهداف التصقيف الصحي وخلق وعي وإدراك لدى المواطنين بمسؤولياتهم من أجل المساهمة الفعالة في عملية تحسين وتوفير الشروط الصحية الإيجابية فإنه ينبغي العمل في جميع المجالات المختلفة المحيطة بالإنسان وفي جميع أدوار ومراحل تطوره ومختلف جوانب شخصيته الحياتية والثقافية والاجتماعية والمهنية لذا يجب أن تشمل مجالات الثقافة الصحية البيت، المدرسة، المجتمع بالنسبة للبيت يعمل التصقيف الصحي على أولا زادة الاهتمام بالصحة الشخصية والنظافة العامة وهذه من النقاط المهمة جدا 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 لجميع أفراد الأسرة وأفراد المجتمع ثانيا الاهتمام بصحة البيئة ثالثا ممارسة أفراد العائلة أسس الوقاية من الأمراض رابعا تبني أفراد الأسرة لعادات صحية سليمة وإذا نظرنا هنا إلى مجالات الثقافة الصحية أثناء تطبيقها في البيت إذا لحظتم أننا هنا شملنا العادات السلوكية الخاصة بالأفراد مثل الاهتمام بالصحة الشخصية والنظافة ولكن يجب أن نعي أن صحة الإنسان ليست فقط بأسلوب حياته إذا كان صحي أو غير صحي ولكن هناك مؤثرات أخرى تؤثر على صحة الإنسان مثل البيئة فإذا كان هناك تلوث في البيئة فإنها سوف تؤثر على صحة الإنسان حتى وإن كان ذلك الإنسان أو ذلك الفرد يقوم بالعادات الصحية السليمة تلعب المدرسة دورا رئيسيا في حياة الطفل وتغيير اتجاهاته وسلوكياته وغرس المبادئ والعادات والسلوكيات المرغوب فيها فإن المؤسسات العلمية والطربوية بمختلف مستوياتها بدءا من الروضة إلى المدرسة ثم إلى الكليات والجامعات المتوسطة وذلك لأن الجامعة تستطيع الدعم ومؤاذرة المؤسسات الصحية للوصول إلى أهدافها وتحقيق النجاح في جميع مجالاتها المجتمع تهيئ المجتمعات المتقدمة فرصا عديدة للثقافة الصحية لأفرادها ومن هذه الفرص النصائح والإرشادات وهو ما يسمى بالوعي الصحي أو التصقيف الصحي التي يقدمها القائمون على الخدمات الصحية بالمجتمع والبرامج الصحية لتطبقها في مختلف مجالات المجتمع مثل المطاعم النوادي المقاهي المساجد والمعسكرات المترجم للقناة